اشتركوا في القناة تحقيق الامن الشامل منظومة متكاملة تعمل عليها الادارات المعنية بوزارة الداخلية بهدف ارساء الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن وفي هذا الاطار تواصل قيادة خفر السواحل مهامها وواجباتها لتحقيق السلامة البحرية وتأمين سواحل البلاد من خلال دوريات بحرية على مدار الساعة من مهام قيادة خفر السواحل حماية السواحل والمياه الاقليمية لمملكة البحرين حيث يقوم مركز العمليات البحرية برصد ومتابعة الاهداف على مدار الساعة وبالتنسيق مع نقاط التفتيش والدوريات البحرية المنتشرة في منطقة المسئولية وذلك لخلق بيئة بحرية آمنة للمواطنين والمقيمين وننوه جميع مرتدي البحر بالالتزام بالأنظمة والقوانين والالتزام بتشغيل جهاز التعرف الآلي وعدم البحار في حال تعطله ويعد طيران الشرطة جزءا مهما في منظومة التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية ومن بينها خفر السواحل وهو ما يتم في إحباط الكثير من الجرائم حيث يوفر طيران الشرطة الدعم والإسناد اللازمين بما يسهم في أداء الواجبات الأمنية بأعلى درجات الكفاءة والإنجاز طبعا التعاون بيكون نستمر مع باقي إدارات وزارة الداخلية في هذا الشهر الفضيل ومن أهم الواجبات التي تقوم بها طيران الشرطة اللي هو المسح الأمني والمراقبة والتصوير الجوي بالإضافة إلى الأدوار الرئيسية التي تقوم بها طيران الشرطة اللي هي البحث والانقاذ بالإضافة إلى مراقبة الحدود البرية والمياه الأقليمية بالإضافة إلى مراقبة حركة الشوارع والطرق العامة في مملكتنا القالية وطبعا فريق العمل بيكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة في هذا الشهر الفضيل تبقى السلامة العامة مسؤولية تتحقق بالتعاون والتنسيق بين إدارات وزارة الداخلية وفي ذات الوقت تعاون المواطن والمقيم والتجاوب مع الإرشادات التي يتم نشرها ضمن خطط توعوية على مدار العام